بسم الله الرحمن الرحيم في قول الثلاث أم يرغوها كما جاءت يعني عن النصوب العربي والمثال عن ما ذك شابه ذكرناه أيضا فهي بهذا الإعتبار أي بمعنى أن هذه الآيات لها معنى معروفة فهو العربية هي غير متشابهة أما بأكبار الكيكية أي المتشابه لأنه لا يمكن أن نعرف كيكية ذات الله فبالتالي لا يمكن أن نعرف كيكية اتفاة الله عز وجل ولذلك قال بعض أئمة الحديث وهو أبو بكر القطير طاهب الثاريث معروف كريم وذات يقال اتفاة ما يقال في ذات سلبا وإجابا يقال اتفاة ما يقال في ذات فكما أننا نثبت الذات ولا أن فيها فإن هذا النظر هو جهر المطلق كذلك نقول فالصفات نثبتها ولا ننفيها ولكن لا كما لا نكيف الذات لا نكيف الصفات فالصفات نظر ترجمة نانسي قنقر